حاكم الله ومشاهدين الكرام نورينا في الستيديو نورة عامر العصيمي رئيسة معهد كيتك للتدريب الأهلي في كلية الكويت ليه التغنية وكريستي واتكنز مستشارة العلاقات العامة والشؤون الثقافية في السفارة الأمريكية ودكتور نيكولاس سكال من برنامج المتحدث الأمريكي برعاية وزارة الخارجية الأمريكية يهلا ومرحبا فيكم بلاجر تيميتيو وانسيو ان بروغرام ليالي الكويت شكرا مرحبا في ليالي الكويت إن كويتي ويسيت حياكم الله في ليالي الكويت كريستي في البداية ودي أسئلك عن زيارة الدكتور سكال والدكتور سيز وشلون رتبتوا لهذه الزيارة مع السفارة حتى تتواصلون مع الشعب الكويتي شكرا لسؤالك إنني أقدر عاليا هذه الزيارة تماما وخصوصا هذا البرنامج المتحدث الأمريكي وبالنسبة لهذا البرنامج نحن نحاول أن نقارب ما بين الكمهية الأمريكية ونفكر بما يتناسب مع هذا البرنامج ومع قاصده والذي يعتمد على جهتين ومك شركاء نحن بين الشعب الأمريكي والسفارة ومن خلال هذا البرنامج الذي لدينا فكرنا بعملية هذه التواصل وهي مساعدة تماما وخصوصا من خلال تبادل الخبرات وأنا معجبا جدا بمجال هذه الشبهات ونحن نحن بمجال برنامج عظيما جدا مع دولة الكويت ونعرف أنه أيضا ما بين الدكتور نكوزكورة بالنسبة لهذا البرنامج يسلط أضواء مهمة جدا وخصوصا على هذه الألقات وما الذي يدور بذهني بأنني ما أحتم أكثر شيئا به هو عن الهيئات الحكومية الموجودة بالقطة دكتور نكوزكورة حدثنا عن دورك في هذا الجانب إنه من الشرف لي أن أكون في هذا البرنامج أنا بالنسبة لي كمتحدث البرنامج المتحدث الأمريكي ونحن نحاول أن نعالج المشاكل خصوصا بما يتعلق بالنسبة لي لتدريب الطلاب معاه على مستوى أكاديمي ونخلال كلية الكي تاك ونحن نعمل مع ناس محترفين جدا على مستوى حتى مع الوزارات التعليمية ووزارة التربية واللي كي نزيد الوعي وهذا ما نحاول أن نقوم به نحن اليوم نورا نريد أن نتكلم عن التعاون الذي صاير بين كي تاك والسفارة الأمريكية وشنو دور كي تاك في دعم الصحة النفسية للطلبة أول شيء مشكورين على استضافتكم لنا الليلة أنا جدا سعيدة أني متواجدة معكم ومع زملائي من السفارة الأمريكية إحنا عندنا شراكة يعني نقدر نقول شراكة استراتيجية بيننا وبين السفارة الأمريكية هذه الشراكة حيلة تهمنا ونتعاون معاهم بكافة البرامج من ضمنها السبيكر بروغرام اللي تكلمت عنها كريستي ومن ضمن البروغرام هذا قدرنا أن نسوي محاضرات وندوات حق الكوميونيتي عندنا بالكلية عشان نتكلم عن أهمية الصحة النفسية هذا جانب إحنا حين نهتم فيه بكلية الكويت التقنية لأن يهمنا أن الطالب يداوم عندنا وهو مرتاح يهمنا أن تفهم ظروف كل شخص عندنا بالكلية سيما كان موظف أو طالب ممتاز دكتور نيكلوس ما هو الشبه بين المجتمع الكويتي أو الطلب الكويتيين أو الطلبة في أمريكا هل هناك تشابه حسب الصحة النفسية أو الأشياء النفسية نعم سؤال عظيم جدا يعني يوجد هناك نقطة شبه كثيرة نقطة شبه من ناحية عملية تشخيص عمليا مثل الكآبة وأمراض النفسية أخرى كل هذا متشابه كل هذا اللعوض ولها نفس الأعراض كما تكلمت وأيضا هناك مجموعة من الفوارق أيضا وأيضا أردت أن أكون هنا لكي أتعرف أكثر على هذه الجوانب الأساسية في دولة الكويت والنقيم مثل هذه النوع من التعاون وخصوصا حتى على مستوى هذا المجلس التعاون الخليجي كريستي يعني برنامج بهذا الحجم أكيد كان لكم شركاء مختلفين حتى ينجح هذا البرنامج من شركاءكم في الكويت وشركاءكم في المجال الدولي والشركاء المتحدثين من الفوارق أيضا كما قلت 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 كما قلت كل ما نفعله كل ما نفعله كل ما نفعله وأنه يعتمد على هذا النوع من الشراكة وأحد أفضل الملخات مثل هذا المعالس هذا البرنامج هي عملية التدريب الذي نقوم بها في المدارس والتي تطلب أيضا تفاعلات من كل الوزاعة مثل وزارة التربية وبقية الوزارات التعالينية والهيئة الأامة للشباب وهي عبارة مجموعة من المستشارين الأساسيين الأكاديميين الذين يعملون مع بعض ويتبدلون المعلومات وعم أيضا أعمالية التدريب الأساسية حتى في المدارس وهذه هي أحد أكبر الإمكانية الأساسية التي نقوم بها بخلال دورات تدريبية هامة جدا وأيضا نضع النقاط على أهم التحديات التي يمكن أن يريعانوا منها وخصوصا لدينا لهذا السبب مستشارين مهمين جدا وهي سبباً جداً 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 للمدارسة وليس من أجل المساعدتين بقدر الإمكانية ولماذا من أجل المساعدتين بقدر الإمكان؟ نورة، هل هناك تعاون بينكم بين السفارة الأمريكية في جوانب ثانية غير الصحة النفسية؟ نعم، نحن السنة الماضية كان عندنا تعاون مع السفارة وإن شاء الله راح نجدد التعاون مرة ثانية هالسنة أيضاً عن طريق السبيكر برغام التي تكلمت عنه كريستي نحن بكلية الكويت التقنية حالياً همنا أن نستقطب أفضل الخبرات والمهارات فأنيب خبرها بمجالات مختلفة ومن ضمنها هو الأمن السبراني فأنيب أكسبرتز عن طريق السفارة يتكلمون عن هذا الموضوع وهذا فعالية نسويها بشكل سنوي والدعوة عامة للكل لأننا نبي الكل يستفيد لأن بالنهاية هذه معلومات تتفيد الكل والجميع فشراكة مثل ما ذكرت حيلة همنا لخدمة طلبتنا ومجتمعنا بكيتك ومجتمع الكويت ككل الله يعطيكم العافية يعني ما شاء الله البرنامج جداً ضخم ولاقى أصداء وايد حلوة نيكولوس ودي أسألك عن التحديات اللي واجهتكم أثناء هذا البرنامج أريد أن تتحدث عن المساعدات التي تحصلت في هذا الموضوع عملياً هي كان فرص أكثر من أن نأخذ التحديات وبالرغم أنه نعم قد مرأ هناك بعض التحديات الأساسية مثل عمليات التواصل وهناك مواضيع أخرى خصوصاً المعاينات فإذا أردنا أن نبلي جسوراً من التعاون من أجل عملية التفاهم والتواصل ما بيننا وأن يكون على مستوى مقبول وخصوصاً ما يتعلق بالصحة النفسية إذن هذه هي الرسالة التي أردنا أن نوصلها ما يتعلق بالصحة النفسية ماذا رأيتي في الطلبة في الكويت أو في المجتمع الكويتي وإذا حاب توجهين كلمة أخيرة في هذا البرنامج ماذا رأيتي في التعاون مع المجتمع الكويتي وماذا رأيك أن تقول لهم؟ بالتأكيد أحد الأشياء المفضلة في هذا البرنامج هو أن تعمل مع المجتمع الكويتين في البرنامج وخصوصاً مع المجتمع الكويتين على وجه الأخص وأشعر بالإثارة عن ما تكل عمل هذا الموضوع خصوصاً عن ما يحبونه وأين يريدون أن يتخصصوا وأنا أقدر الحقيقة بأن الطلاب هنا منفتحين تماماً على كل التحديات التي يمكن أن تواجههم ونظر إليها تماماً ونحاول أن نعطيهم الفكرة كاملة هو أيضاً من خلال خبراتنا والمساعدات التي يمكن أن نخدمها لهم وخصوصاً عن عملية الثقافة الصحية وأن نتأكد تماماً بأن نتكلم أيضاً مع ذوي أمرهم مع الأولياء الأمور وأيضاً مع لمن يتولى المشرفين في المدارس نتبادل أراع مع كل المختصين ونحاول أن... لماذا؟ لأن هذا أقرار مهم جداً نحاول أن نصل عليه وهذا ما نحاول أن نفعله كريستي ونيكولاس نحن جدًا أن نكون هنا في ليالي لكويت شكراً لك أن تأتي وشكراً لك أن تتحدث معنا نورا مشكورة جداً على هذا اللقاء وعلى هذه الجهود التي تقدمونها للطلبة مشاهدينا نحن مكملين معكم برنامجنا لكن من بعد هذا الفاصل خليكم معنا